يزعم أن بخينيان أطلقت قمراً صناغياً في الحادي والعشرين من نوفمبر أقبه إطلاق صاروخ باليستي من نوع غير معروف خسب ما ذكرت رويترس نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الكورية الجنوبية وكان هذا الإطلاق هو الأول منذ لقاء كيم تشين إن مع فلاديمر بوتين في سبتمبر أثناء اللقاء وعد الرئيس الروسي بمساهدة بخينيان في إنشاء أقمار صناغية للتجسس خسب ما كتبت رويترس وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القامرة الصناغية أطلق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المخزورة بموجب قرارات الأمم المتحدة نحن على علم بإطلاق كورية الشمالية لصاروخ ونجري مشاورات مع العراق واليابان فضلاً عن الحلفاء والشركاء الإقليميين الآخرين لكن تقييم مدى نجاح الإطلاق ما زال قيد التنفيذ وهذا مثال آخر على الأعمال المزعزعة للاستقرار ونحن نؤكد من جديد دعمنا القوي لكورية الجنوبية واليابان وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن محاولة الإطلاق نفذت على الأرجخ بمساهدة فنية من موسكو وفي وقت سابق ذكرت المخابرات الكورية الجنوبية أن كورية الشمالية زودت روسيا بملايين من قزائف المدفاعية وأدانا خلافاء السيول في المجموعة السبعة إطلاق كورية الشمالية قمراً صناغياً للتجسس وصاروخاً باليستياً ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى الرد نكرر إدانتنا القوية لعمليات نقل الأسلحة من كورية الشمالية إلى روسيا والذي يشكل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتاخدة إننا نخص كورية الشمالية وروسيا على الامتسال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتاخدة والوقف الفوري لجميع هذه الإجراءات بالإضافة إلى ذلك نشر بقال قاميك إزاء إمكانية نقل التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية إلى كورية الشمالية من بيان وزراء خارجية مجموعة السبع وفقاً للوكالة المركزية لجمهورية كورية الشعبية الديمقراطية ستحاول وكالة الفضاء الكورية الشمالية إطلاق غدة أقمار صناعية للتجسس إلى الفضاء في المستقبل القريب ويقول المحللون إن حتى نظام الأقمار الصناعية البدائي يمكن أن يمنح كورية الشمالية أول قدرة على المراقبة القوات الأمريكية والكورية الجنوبية واليابانية عن بعد وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن اليابان سترد على ذلك بنشر نظام الدفاع الجوي باتريوت على إثنين من جزرها سنواصل مراقبة الوضع وجمع المعلومات وحتى لو كان الهدف هو إطلاق قمار صناعي فخسب فإن استخدام تكنولوجيا السواريخ الباليستية يعد انتهاكاً لعديد من قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة لكي نكون على استعداد لأي حالة غير متوقعة تقوم مدمرات إيجيس ووحدات الدفاع الجوي في أوكيناوا باستعدادات لازمة وأخطرت كوريا الشمالية اليابان بأنها تخطط لإطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً في الفترة ما بين الثاني والعشرين من نوفمبر والأول من ديسمبر باتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وقامت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بتنسيق الجهود للتمركز المسبق للمدمرات مجهزة بنظام إيجيس في المنطقة والأتي ستوراكيبو إطلاق صاروخ يحمل قرية تشمالية مكولا باستون، كريстиنا دمبروسكا، لقنات، UATV Arabic محتميل مقصر بحرق مقصر بمزججح مفيد مقصد 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 اشتركوا في القناة